صباح الخير مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم الأحد اثنين تموز الفين وثلاثة وعشرين بالطبع ما زال لبنان واللبنانيون في عطلة العياد ورغم هذه العطلة هناك بعض الملفات السياسية المستمرة الانسداد السياسي في ملف رئاسة الجمهورية بانتظار عودة المفد الفرنسي جون إيف لادريون إلى لبنان منتصف هذا الشهر بالأمس ما حصل في قرنة شهوان كان خطير ولكن تمت إحاطة الموضوع حتى الآن الجيش أصدر بيانا انتصالات من كل القوى السياسية لتهدئة الأوضاع متغيرات إقليمية متسارعة ونحن في لبنان منتظار الاتفاق أو أن يجمعنا أحد على طاولة حوار سأسأل عن كل هذه الملفات في ظل أزمة اقتصادية صعبة على المواطنين اللبنانيين وفي ظل موسم سياحي واعد بالطبع سأسأل عنها النائب السابق والأستاذ مروان أبو فاضل أمين عام اللقاء الأرتدوكسي أستاذ أبو فاضل أهلا وسهلا فيك صباح الخير أول شيء بدأ اختنم الفرصة ما زالنا بعد نجوات العيد لعايد كل اللبنانيين وتحديدا إخواننا الدروز اللي بيعايدوا فقط هيدا العيد وقول للجميع إنه إن شاء الله يكون أطحم بارك وينعد عليكم جميعا وعلى لبنان بالصحة والعافية والإزدهار وبها المناسبة ما فيني كمسيحي كأرتدوكسي كمشرقي كابن هيد الأرض يعني مهد الديانات إلا مدين القرار بالسويد يلي بيسمح بحرق كتاب مقدس أنت بتعرف إنه القرآن الكريم يذكر السيد المسيح ويذكر سيدتنا مريم ويذكر 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 وهو كتاب الله بالآخر للأخير فأي مؤمن من أي طائفة كان ما بيقدر إلا يجب هذا العمل ويقول للجميع كفوا عن هالوالدانات وروحوا اشتغلوا بالملفات بالطريقة الدقيقة طالما بدأت بالحديث عن عيدية خاصة للدروز سأسألك أنا عما حصل بالأمس الانتقال من البيك الأب إلى البيك الأبن بالخطاب خطاب الأب والابن باختصار ساعتك مضبط أول شيء هادي أول شيء بدك تقول أنه هاي أول مرة من زمان يورث ابن جنبلات ابن جنبلات آخر خلينا الحطة بين هلالين على البارد وليس في الدم أو الاختيال وهيدا يعني بدك تعترف لوليد بيك أنه قدر يعمل هادي الشغل اتنين نيالو تيمور لأنه حيكون عنده بيو يرافقه وينصحه علما أنه حسم وليد بيك الكلام عندما قال حضرة الرئيس لما يبلش خطابه يعني سلم رئاسة الحزب والنيابة لابنه الخطاب أنا طبعا عجبني كتير لأنه هو خطاب عروبة السوابة الأساسية يلي كانوا شركة فيها زعيمين مسيحيين كمان بالآخر للأخير سليمين بيك فرنجية فخامة الرئيس ووالدي دولة الرئيس مونير أبو فاضل وهذه الحقبة اللي كانت يعني حقبت النضال الوطني اللي فيها الرئيس بري وليد بيك الأحزاب اللي كانت ضمن هذه البوطقة هي حقبة أنا ما فيني شيلة من تاريخنا ومن تاريخ بيك وجه اللبنان العروبي فنعم هذا الخطاب الوطني العروبي هو ما يدغدغني بالقليلة بجزء من تربيتي نعم أيضا بالخطاب يعني نتحدث عن الخطاب عد التأكيد على ثوابة البيك وليد جمبلات تتحدث عن حقبة كانت خطيرة جدا عندما حاول البعض تغيير وجه لبنان عندما حاولت يعني الأقليم حاول تغيير وجه لبنان بالبعض ولكن وقف الجميع عددتهم يعني إضافة إلى البيك جمبلات والرئيس تبيه بري وذكر بهذا الأمر البيك وليد جمبلات في خلينا نقول تنصيب تيمور رئيسا للحزب البعض كان الحفل أنا أقول عن الحفل طبعا أكيد كان تم انتخاب ولكن في هذا الموضوع البعض كان يمن النفس يقول أنه مثلا ستختلف سياسة تيمور كثيرا عن سياسة والد وقد يبتعد عن هذه التأكيد ممكن ممكن بدنا نشوف الإيداء كيف بده يكون ولكن ممكن اللي منعرفه أنه بهذا المجلس النيابي عندما اتخب الحزب التقدم الاشتراكي أو كتلة اللقاء الديمقراطي الرئيس بري يمكن الزعيم تيمور جمبلات كان عنده علامة استفهام ولم يسموا الرئيس مئاتي على تأليف الحكومة الحالية واتخبوا جهاد أزعور وليس سليمين فرنجية لأنه هن رشحوه هذه المرة بس هيدا منحكي عن حقبة 17 أيار منحكي عن العمل الوطني سميت لك اتنين المسيحيين اللي كانوا رؤوس الحرب بالعمل الوطني بيناتهم جدوا للي ما صوتوا له بقى بالتالي خلينا نشوف خلينا نشوف الإداء هو اللي بيدلنا على شهر ولكن فيه ثوابت يبدو أنه مستمر فيها حزب هذا بالآخر للأخير فيه تاريخ حزب وفيه عراقة حزب فيه جد فيه أب يعني فيه جد كان عنده مساحة سياسية أكبر بكتير من الحزب التقدم الاشتراكي والد عنده كمان مساحة سياسية أكبر بكتير من الحزب التقدم الاشتراكي لنشوف إداء تيمور بيك كيف بيكون نعم أنا متشجع يعني الشاب ما أنه تتلاقى فيه بتشوفه بعتقد أنه خلص كرجت الأمور نحو ثوابت ولكن كمان واقعية سياسية نعم فيه سياسة بالنهاية فيه نقاط يختلف عليها أو تختلف عليها القوى السياسية مش نهاية الدنيا مش نهاية الدنيا مثل ما يصير في لبنان عندما نختلف على ملف وكأن بدنا ندمر البلد من هنا سأنتقل مباشرة أستاذ أبو فاضل إلى ما حصل بالأمس بالقرن الساودي أديش خطير هكذا حوادث متنقلة بالبلد مثل هذه الظروف مظبوط أنه خطيرة جدا ولكن كمان شفت كيف هبوا القيادات الوطنية الرئيس بريد تصل بالوزير فايصال كرامي الرئيس مياتي دخل دغري على الخط تتصل بالنائبة ستريدة جعجع بلش التواصل بلشت الاتصالات ولكن الأهم أنه دغري الجيش تدارك الأمور ومرة أخرى وأخرى وليست آخرة دخل الجيش بالطريقة المناسبة على هذا الملف وأعتقد أنه رح يعني ما رح تظهر من من هذا يعني مما حصل خصوصا إذا العدالة أخذت نعم فكمان نحن بترقب بترقب أنا ما رح أدخل وأحل يعني ما بدنا أن نصب زيت على النار أو كل حدا يقول كلمة اللي ما بيقول كلمة تجمع من دون هذه الكلمة ولكن سنتحدث بشكل عام عن خطورة هذه الحوادث في ظل بلد منقسم حاليا وخطاب طائفي خطير جدا مزبوط مزبوط هالكلمة كنتيش خطير هذا الموضوع كتير مشكلة مرة منقدر تسلم الجر نعم تسلم الجر نعم كتير كتير خطير وطبعا المصطدين في المياه العكر لنستعمل هذا التعبير صح كتار وفي أجهزة مخابرات بدأت تشتغل وفي طيارات وتنظيمات نائمة وخلايا نائمة بدأت تشتغل شغلة لتأجج الصراع بين اللبنانيين كأنه ما بيكفينا الصراع السياسي الحاد والانقسام العمودي الحاد إنه بدون ياخدوك على حالة أمنية متوترة ولكن كمان أيضا بتلاحظ أنه الجيش بقيادة العماد جوزيف عون ومديرية المخابرات بقيادة العميد أنطوان أهواجي قدروا يعملوا كتير إنجازات لما يسمى بالمعارك الاستباقية يعني عم بيقاتلوا قبل حتى ما يحصل الحادث وعم بيعالجوا لمن عم بيحصل هذا الحادث فبالتالي أنا مطمئن إلى دور الجيش اللبناني وأيضا سائر القوى الأمنية ما بدي شيل من حسابه قوى الأمن الداخلية ما بدي شيل من حسابه الأمن العام وما بدي شيل من حسابه جهاز أمن الدولي وأعتقد أنه بتنسيق مرتب نزمط من حتى من هذه المرحلة يلي مثلا يا أخي الإسرائيلي في مأزا عنده جواته مشاكل ما عم تخلص مظاهرات مشاكل على كل موضوع ويحاول الهروب إلى الأمام مين قال أنه السيحة اللبنانية ما بيجرب يكشفها أمنيا هيحاول يكشفها أمنيا هو والطيارات الإسلامية المتشددة يعني اللي نحن بنسميهم التكفيريين وقد يكون أيضا أجهزة مخابرات لدول أخرى ما إلى مصلحة أنه لبنان يكون هذا البلد اللي ممكن نقطع بالقليلة هالصيفية لا يجي المدخول ونقطع ونشوف أولادنا كلنا أولادنا برا نشوف أولادنا وبالتالي خلينا كمان نرأي بها المرحلة ونقول يعطيكم العافية لللي عم بيصهروا بانتظار أكيد نتائج التحقيقات اللي تقوم بها القوى الأمنية والجيش لأنه استلم الملف عم نسمع يعني طبعا هناك بعض الكلام عالي السقف على مواقع التواصل وأيضا ببعض وسائل الإعلام للأسف اللغة التحريضية المستمرة طالما أنك تحدثت بالطبع أنا وكل المشاهدين بيعرفوا من أي بيت أنت تأتي من بيت وطني أستاذ أبو فاضل عراقة في هذه المنطقة سؤال أديش خطير هذا الخطاب الطائفي هل فعلا أنا بدي أسألكم أنتو السياسيين طائفيين هل أد البعض يعني مش أنتو لا أنا إيه ولكن هل طائفيين هل أد لهذه الدرجة أم فقط تستخدم هذا الخطاب لشد العصب فتحت اللي باب لأحكيك بخطين متوازيين أنت قلت هلأ أنه أنا جاي من بيت عروبي ووطني نعم بس أنا اليوم أمين عام اللقاء الأورتودوكسي طبعا طب كيف واحد بيجي من هون لهون ايه وين مشكلة اللي بيجي من هون لهون لأنه بالبلد صار فيه خطاب مذهبة وطائفة حاد جدا علما أنه الأورتودوكس وتحديدا الأورتودوكس هن طائفة عروبية نحن أبناء المشاريع العربية أو القومية الواسعة هن نحن أباقة يعني واللقاء الأورتودوكسي هو لقاء يعتبر حاله يعني مختص بكل شيء موجود بأنطاقيا وسائر المشرك هالقدة واسعة ولكن أيضا نحن نقول أنه ما فيك ما تكون عم تدافع عن أبناء مذهبك في هذا الجو فيه فرق كبير الفرق الكبير يأتي بالخطاب يا خطابك جامع يا ما خطابك تقسيمي إذا خطابك تقسيمي أنت جزء من هذه الميكانيك يلي بدأ تخرب البلد إذا خطابك جامع أنت جزء من هذه الميكانيك يلي بدأ تصلح البلد أو بالقليل تهدي البلد بهذه المرحلة الخطيرة يعني شو بدأ تقول لك نحن أبناء المدرسة الثانية كمان من يومين كان عيد مار بطرس وبولوس يعني مؤسسي الكنيسة وبالنسبة لنا نحن دعية المسيحيون مسيحيين في أنطاقيا أولا لتعرف قديش نحن زوزورنا مرتبطة بهذه الأرض وبالتالي من هون وبالتالي من هون ما فيني مكون مدافع عن مذهبه ولكن على الساحة الوطنية بدي يكون منفتاح ضد الفتنة اشتغل وطنيا وأقول لكل من يحرد أو لكل من هو قليل الثقافة بالسياسي واللي بصير يكتب على السوشال ميديا كلام هو مش فهمينه هو مش فهمينه إنه ما فيك تكمل هيك هيدا بلد ما فينا نعلي ونقجج الصراعات والحكي 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 لمقارب شخصية لشد عصب يا أخي الانتخابات النيابية بعدها بعيدة ثلاث سنين خليناها هلا ريحونا نهد الوضع نرويق على حالنا مش نرويق على آخر نرويق على حالنا ومن هونيك نقدر بالقليل نواكب برجع بلك هاي الصيفية والاستحقاق الرئاسي كمان بطريقة إنه نقدر نظهر من عنك الزجاج نعم ومن يلعب يعني آخر كلمة ومن يلعب بالأمن مين ما كان يكون أنا معرف على الغطاء عنه من يلعب بالأمن معرف على الغطاء عنه كمان ساعاتك هذه المواضيع كان فيه هدوء بعطلة العيد ولكن كان فيه ملفين بارزين ملفة اللي صار بكرنة شهوان وأيضا القرار الأممي بشأن سوريا خلينا نحكي عنهم بعد الفاصل نجي على لبنان منرجع منحكي عن كل هذه المتغيرات وتأثير على الإنسداد السياسي ناطرين لدريانش وناطرين تسوية حوار مبادرة كمان بلبنان يعني كل ما صار ملف على وجه الكرة الأرضية نحن منبلش فيه عندنا يعني بكل عرس لنا عرس صح هذا كيف تبعت أنا بدي كراءة تحليلي لهذا القرار دول صوتت دول امتنعت ودول معه أول شي خلينا نطلع شوي يعني لتبلش تحكي خلينا نطلع على الأرقام شاك نعم 62 ممتنع 11 ضد يعني 73 مظبوط و83 مع يعني 5 دول غيرت كان هذا القرار مقطع جوات 62 كافت الدول العربية إلا القطر والكويت الكويت انسجاما مع نفسهم بقصة بكرة مثلا عندهم هني مخطوفين بالعراق أو يعني مش مبينين له الناس بالعراق بكرة بدو يتاخذ مثلا نعم نعم فانسجاما بقرار بهذا الموضوع انسجاما مع نفسهم صوت الكويت صوتوا مع معه الاجماع العربي ولكن في الاجماع العربي اللي قتى بعد قمة الرياض حيث تم اللي تم كلنا مش رح نرجع للقمة منعرف كلنا شو صار وبالتالي نحن بالعالم العربي ولبنان يا أخي ضلينا نصرخ لبنان خارج العالم العربي بدنا نرجعه بوطقته العربية بدنا 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 العربي هو استكمالا للخطوات اللي شفناها في الصابق المصالح العربية عودة سوريا إلى الجامع العربية بالسياسة هيدا الموضوع مزبوط اللي عم بتقوله مزبوط وراح اروح لك لأبعد نحنا نحنا الأرطوديكس قلنا بمكان ما مصلحة بهيدا القرار لأنه نحنا ما مننسى أنه عنا مطران مخطوف اللي هو خيو لسيدنا البطرق وبالتالي نحنا والإخوان السريان السيد حبيب فريم رئيس الربطة السريانية نعمل كل سنة إلنا عشر سنين ذكرى لهالمطرانين مطرانين حلب المخطوفين بسوريا واللي ما منعرف عنه نشيلة هلأ ولكن لما بتكون يعني نحنا اللي عم بيقولك أنا ابن مصلحة بهذا القرار ولكن نحنا كمان عنا سياسي بدك تشتغل بالعمل الواسع برجعك إلى خمس دقائق من حديثة لمن إلنا عروبة وطن من إحنا خارج الوطن العربي ونحنا 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 ولما منكون جوية الوطن العربي بيصير فيه تخوين مثلا لوزير الخارجية نعم فضل ومن مين التخوين بهذا الموضوع بالذات ممن كانوا يدعونا إلى أن يكون لبنان ما رح أحكي شيء أكتر من مين التخوين بهذا الموضوع بالذات أنا ما بحب نمش من القوى السياسية التي كانت تقول أن لبنان يعني يجب أن يكون مع الإجماع العربي مش رح مش بس هيك الإجماع العربي أخذ هذا القراء إذا برجع شوي لورا يعني رجع لورا الجمل لو شايف حردبته نفس الأمثلة الجميل ساعدتك بلبنان أنا بتفاجأ أحيانا بتفاجأ أنه نفس الأمثلة الموجودة كمان على كل الأراضي اللبنانية يعني أنا مع أصدقائي بكون عم بقول بالمثل يعني كلنا بنعرف نفس الشيء مهما حاولت الظروف تغييرنا أو الجغرافيا بالبلد أو الحديث عن مشاريع بدي كمان أخذ رأيك فيها تغيير نظام بالبلد بعد شوي بعد الفاصل طبعا من يعمل بالسياسي لا ما بدنا نمرأ مرور الكرام كل مرة أنه لبنان يجب أن يكون مع الإجماع العربي صح؟ صح الإجماع العربي أنا لا أعطي رأيي في هذا القرار ولكن الإجماع العربي ارتقى الامتناع لبنان إجا مع الإجماع العربي هذا اللي كنت عم بقول لك ما في يكون عنا انفصام انفصام؟ بلالانفصام بلالانفصام يا بدنا نرجع مع الإجماع العربي يا لسنا مع العرب من نقع ومنختار وبعدين في ليش برأيك هذا الإنفصام؟ اللي عم نشوفه بكثير ملفات لدواع داخلية صغيرة لا يعني برجع بقول لك كله دغدغة مشاعر وشد عصاب وبعدنا منقول الانتخابات النيابية بعد ثلاث سنين برجع منقول روؤوا علينا جميعا روؤوا علينا جميعا إذا ما روؤ البعض شو بعد فيه نراهن؟ لماذا الرهان حتى اللحظات الأخيرة حتى النفس الأخيرة للمواطن لبناني ولمؤسسات الدولة؟ كيف دك يعني انه في محل بالعالم ما في دولة في محل يعني في محل بالعالم ما بده ما بتنتظم المؤسسات في محل بالعالم ما بيحكم الدستور حسب الأنظمة طبعا بس عم بحكي عن العالم الديموقراطي اللي نحنا بنتغنى فيه بشيك علما انه ياريت ياريت نحنا بيجينا شي شي هيك قائد ملهم ومش كتير ديموقراطي يعني مش كتير ديموقراطي ومتنور يعني كأننا من نكون يمكن نبقى الفخير ولكن التواقف لا بدنا نبقى نقول هيدا الكلمة بدنا نقول طواقف لا تسمح هذا الموضوع بدنا نقول كمان هيدا سهلة طويلة بدنا نضلنا نقول انه ياريت حدا يبعث لنا من بره حاكم لا انا ما قلت من بره اي مش انت انا ما قلت من بره من هون او رعاية خارجية او نحنا لم نبلغ سن الرشد الوطني بعض السياسي الرعاية الخارجية موجودة موجودة بقرار مننا كمان ايضا سكيزوفرانيا نحنا بدنا نكون مستقلين وابضايات واللي بدك من ناحية تانية منبقى رايحين عند السفير وجايين من ناطرين الاتصال ورايحين عمدري اي دولة وراجعين من مدري اي دولة وبالتالي كمان ايضا هيدا موضوع بده بده بحث جدي كل هذا الموضوع بده بحث جدي بده بحث جدي ما فينا بقى نكمل هيك البلد ما رح يحمل هذا النظام انا رأيي لفظ انفاسه الاخيرة وبده اعادة تفكير جدية وعميقة طبعا في كتير مشاريع عم ينحكى فيها لكل واحد بيستهل نقاش ان شاء الله بعد الفاصل نتحدث عن موضوع رئاسة الجمهورية ان شاء الله عن موضوع هذه المشاريع هل النظام هو الذي لفظ انفاسه الاخيرة ام البعض بلبنان خلص خانئينه لهذا النظام لا هذا النظام يعني متل ما هي الميكانيزم متل ما هو يعني الائلية متل ما هي مش شغالة مش شغالة والبرهان انه الانقسام العمودي نتيجة الانتخابات النيابية صار في انقسام عمودي داخل مجلس النواب وبالتالي انت بيعنقذ زجاجة بقصة انتخاب الرئيس يلي هو اول عمل بديه هلأ بدك نفند المواقف بعد الفاصل بعد الفاصل اكيد بدك نفند المواقف انه بكل دولة بكل بلد بالانتخابات بتنتج هكذا خارطة مختلفة بالبلد هيدا شي صحي ولكن ساعاتك الغريب كان انه التحالفات كيف بتقلب فجأة كيف الخصم بيصير اوكي في السياسي واقع ولكن تمام هيدا ديمقراطية التوافقية على القطعة سغلة ما بتنحمل ما بتنحمل الديمقراطية اول شي الديمقراطية والتوافقية ناقيدين ما بتزبط ناقيدين التوافق شي والديمقراطية شي تاني ولكن لبنان كان يحتاج ببعض وضيف عليهم على القطعة لا كتير هيك نا ولكن كان لبنان يحتاج الى هكذا ديمقراطيات ببعض الاوقات طالعين من حرب نحن فيه فرق كبير لما بيكون فيه التفاف وطني حول فكرة معينة او حول شخص معين نا وبين ممارسة الديمقراطية التوافقية على القطعة شغلة غير مقبولة انا بتكويني مع رئيس وحكومة يعني يعني السلطة التنفيذية تكون بايد مولات ممثلة بمجلس النواب وتكون فيه معارضة ممثلة بمجلس النواب خارج الحكومة تماما انا ضد انه انا جويت حكومة بس عندي بالقطعة يعني انت تقول انه لا يمكن انه نمارس الدور الرقابة كمجلس نواب على حكومة اذا كانوا نفس القوى السياسية تماما هو تعطل تعدد مرات الرقابة من جراء حكومات ما يسمى الوفاق الوطني شو يعني حكومة الوفاق الوطني الا اذا كنا متفقين على كل الخطوط العريضة مش ممكن مش ممكن بيجي مشروع على طاولة مجلس الوزراء وزراء بيصوتوا مع وزراء بيصوتوا ضد الوزراء اللي صوتوا ضد احزابهم بره بتصير شاني حرب على الحكومة بهذا الموضوع تفسر لي كيف برجع بلك انفسام بانفسام لا ما اقول اكتر ما بدي اقول اكتر من السبعين من نهاية الست من بعد الخمسة وستين لا من النظام التوافق كما بقبل بمجلس النواب السابق وانا بعرفه كتير منيح للمجالس النيابي يعني بالجمهورية الاولى خلينا نقول لا كان فيه موالات ومعارضة وتتألف حكومة ما كنت كمان بنظام رئاسي فبدك تعمل المقارنة بالنظام الرئاسي كانت الائلية شيء وبالنظام هلأ اللي فيه فيه يعني ما يسمى طبعا ما يسمى يعني دستورك دستورك فيه نقاط بعد كتير رمدية ولكن بدك تشدود صح صح هذا الاتفاق تفسير دستور بطريقة صحيحة من الممكن مثلا نعمله أبدايت لبعض المواد لانه في عنا المهل في عنا التوقيعات يعني بتاعة الحق لكل حدن وفيك تعمل هيدول التعديلات الدستورية بدون ما تدق بالجوهر يعني يعني فيك تعمل خلينا نقول شيء أكتر من الدوحة وأقل من الطائف يعني نحن نصلح بعض لانه هذا الطائف عندما وضع أحكيت عن دولتين مش لبنانية طبعا مش فطيعة وهلأ مش ناطرين مش شو لدريون احنا طبعا مش معاون طبعا بعضنا عم نحكي بتغيير نظام حتى ولو كانت الصقوف عالية بالخطام بهدوء لأنه تغيير الأنظمة انت بتعرف كيف تكون لا مش ضروري لا كل الديمقراطيات العالمية تطورت من الجمهورية أولى بفرنسا انت بالجمهورية الخامسة ومع وصار فيها نحكي بلبنان وصار فيها لا ما فيك انت تقول إلا يعني بدك تقارن حالك للي بيشبهك الديمقراطيات الغربية مفترض لبنان يكون بيشبهك مفترض ونظامنا هو نظام برلماني ديمقراطي مضبوط بهذه الطريقة نحنا مش ضروري كل ما بدنا نطور نظامنا أو نعدل خيال دستور هل الدستور إنجيل لا هل الدستور قرآن لا نقعد ونحكي عن الموضوع تماما نتحاول نقعد على طاولة حوار يعني مش 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 الدم اللي هو لا ما يكون الدم هو عنا طريقتين عنا طريقتين يا الطريقة اللي ما حدا بدوا إياها لا عنا طريقة واحدة أنا ضد نقول عنا طريقتين الحوار الحوار ثم الحوار فالحوار وبعدها الحوار ونهاية الحوار أي ليش ليش ما عم نعود نتحاور لأنه ما إجيت التليفونات بدنا نتحاور ع بلدنا بتيجي التليفونات من بره نعم لهذه الدرجة في فريق عم بيقول تفضلوا لنا نتحاور وفي فريق عم بيقول لا جدوى من الحوار لا جدوى من الحوار ما البديل عن الحوار ماشي هاي دي الفراغ الفوضى اللي عايشين الفوضى اللي عايشين هاي دي أصعب من الحرب مزبوط وأخطر من هي حرب هي حرب حرب ابتصادية حرب ابتصادية حرب ما بتروح حرب أعصاب حرق أعصاب حكتر من حرب أعصاب وبالتالي المواطن عم بيدفع تمن بس كمان ما عليش ما عليش خلي يحملني المواطن اليوم راحوا صوتوا المواطنين اللبنانيين بنسبة 80% مثل ما كانوا خطاب الطائفة ساعدتك خطاب الطائفة ممسوك البلد بكل شي مش عم نقولها أنا بلشت لك وين طبعا خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل نبدأ بتفصيل هذه الموضوعات رئاسة الجمهورية النظام والأزمة الاقتصادية ولكن بعد الفاصل عودنا لمتابعة السياسة اليوم ومرأة جديدة بدي رحب بضيفي أنا أبي السابق وأمين عام اللقاء الارتوذوكسي الأستاذ مروان أبو فاضل أستاذ أبو فاضل مجددا أهلا وسهلا فيك تحدثنا عن المشكلات في لبنان عن ما خرق عطلة العيد التصويت بالطبع قرار أممي بشأن المفقودين في سوريا وضحت أنها استكمالا لخطوات إعادة المصالحة العربية خدينا نسميها وأتحدثنا عن ما حصل بالأمس بالقرن السوداء خطير جدا وخطيرة هذه الحوادث بانتظار بالطبع التحقيقات التي تقوم بها القوى الأمنية والجيش خصوصا لأنه من استلم الملف بالأمس وأهمية دائما إحاطة هذه الأمور كي لا تتمدد أكتر بظل أنت ذكرت الإسرائيلي ما بيترك الساحة اللبنانية ودائما يحاول الدخول كمان ما بدنا نفوت أنه دائما نلعب هذا الدور أنه فقط الإسرائيلي له أطمع بلبنان أحيانا لا الأوضاع هيك مشاكل بسيطة بتكبر الأمور بظل خطاب طائفي بشع جدا وخصوصا يمكن إذا على باركينج للسيارة ممكن يصير هيك شيء للأسف نتحدث عن المشكلة الأبرز رئاسة الجمهورية الانسداد السياسي انتظار لودوريون دائما انتظار من الخارج نحن لا نرفض بالطبع التدخلات الإيجابية والرعاية الإيجابية من الدول الصديقة والشقيقة والنظام السياسي هل ستبقى الأمور على ما هي عليها شو الحل لهذا الانقسام رح فوت معك بس كمان بالمقدمة اللي عملتها هلأ بعد يعني بعد البريك الإعلامي ذكرت يعني حملتني يمكن إسرائيل أكتر من غيرها رح أذكرك بشغلي صغيري أول شي أنا مظبوط معروف أنه أنا بهذا الموضوع يعني ما في بحث عندي طبعا نمبر ثو مزارع لبناني عم بيشتغل بأرضه بيوصل بالدوزر وبطمه بيقوموا الشباب بيركبوا خيمة والتانية بتصر إسرائيل أنه لا يتفضل حزب الله يجي يفك الخيمة لأ حزب الله بده يفك الخيمة ما أنت هجمت على المواطن اللبناني إذا بدي أرجع لسلسلة الهجومات الإسرائيلية الانتهاكات الجوية الانتهاكات الأرضية ضرب أرض الآخرين من فوق أجوائنا سأخبرنا هذه المواطنة أفروغ مننا هي المواطنة طيب الآن شو عم بيصير لا فكوا الخيمة لا متفكوا الخيمة بهالمنطقة الغجر اللي متنازع عليها بالنسبة إلينا هي لأينا عظيم بكرة منشوف الحل يروح اليونيفيل والجيش اللبناني يمكن يشيله أنا ذاك منكون كمان يمكن حققنا نقطة لأنه الزيح الأزرق إذا بدأت تشتغل اليونيفيل من هاي المهلي منه لتشيل الخائمتين بيكون شي مليح للبنان هاي دي كمان باراق لكنت عم حالك فقط إلك ولكن مفروغ من هذا إسرائيل ما رح تترك ولا أي دولة عربية بحالك ليش عربية ولا دولة عربية ولا إسلامية مش تركي أميركا لحالة مش تركي أميركا لحالة فاصل أرتوكسي صغير من يريد خلق إسرائيل تانية في أوروبا هيدا الكلام من تمه لزيلانسكي حاطت شعبين أرتوكسيين عم بيتقاتلوا بين بعضهم أنا فيني أحمله أنا الأرتوكسي المشركي فيني أحمله يعني ما فيني خبرك شو عم بيعملوا بالدنيا هالجامعات تخير بين الدنيا بالعربي ونحن هلأ كنا يعني كمان لعايد لعايد كل المسيحيين بيعيد مربطرس وبولوس مؤسسي الكنيسة مثل ما حكينا هذيك الساعة وهلأ نقطع لك إلى إلى الملفرات شو نهاية هذا الإزيلات؟ أولا صحيح بالمقطع الأول من حديثنا أنا قلت نحن مننطر التلفونات ومنزور السفرات وإذاكري ولكن أيضا علي أن أعترف وهيدي الواقعية السياسية أنه في دول عم بتجرب تساعد لبنان وأولون فرنسا بتقلي عندها مصالح اقتصادية بتقلي عندها عندها طبيعي ما في حدا بيجي لعندك إلا عنده مصلحة طعا نفند شوي إذا بتريد الدول الخمسة المهتمين فينا كمجموعة جويت هذه المجموعة كل واحدة شو بدها؟ أعتقد أنا لهلأ أنه أمريكا ما بده شيء بعدها بالانتظار والتراقب أخذت اللي بديه ترسيم الحدود البحري إنجاز أمريكي كبير لمصلحة ما تعتبره أمريكا جزء ثابت من سياستها يعني مصلحة العدو الإسرائيلي ولكن أيضا وجد اللبنانيين مصلحة كبيرة إلون بهذا الموضوع نعم يبدأ تهدئ الأوضاع كبير لا وتفتحنا أفك اقتصادي معين فلذلك فرنسا صار عندها أعمدة 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 اقتصادية زرعت في لبنان CMA CGM Total Energy وغيرها EDF وغيرها 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 وفيما يسمى بالعلاقة التاريخية والفرنكوفونية فأنا أفهم إنه فرنسا عندها مصلحة كبيرة بتهدئة الأوضاع وانتقال سياستي وعم بتكون واقعية في التعاطي مع الملف اللبناني فبالتالي كمان فينا نقول سعودية دفعت السعودية مليارات الدولارات في لبنان وتعتبر أو يعتبر الأمير محمد بن سلمان وجلالة الملك سلمان وحكوماتهم إنه لم يكن هناك أي مردود لنا في هذا الاستثمار اللي عملناه في لبنان وبالتالي هن بيردين لنحكي مثل ما هي بيردين بقصة الدخول مرة أخرى بالوحل اللبناني بتقلي ولكن الوزير السفير بخاري يتحرك وطبعا من يريد أن يقود العالم العربي لأنه هيدا اللي كان معلن بالرياض وهيدا مش في المعلن هيدا اللي عم بيبين هلأ يعني قبل لمن كنا خارج الهوى قلتلك أنه أنا عندي يفاجئني إيجابيا ولي العهد محمد بن سلمان وبالتالي سياساته الخارجية نعم صح وبالتالي وحتى داخليا وبالتالي السعودي ما هي نجح داخليا ضب الشباب معه وحدد مشاريعه وهلأ عم بيعمل يعني شبكة أمان حول مشاريعه وحول تطوير السعودية برافو عليه عم بيشتغل لبلده متل ما لازم لنفوت لكين منقول المملكة العربية السعودية تراقب وتترقب ولكن لا تتدخل إلا بكرة بعد ما يصير استقرار قد تتعامل معك كاستثمار معين وخلصت هاي قصة انتهت بسعودية سياسة اعطيه هيدا ومنهبي هيدا ومنهيدا هيدا وهول كلهم أصحابنا فبالتالي كمان خطي قطر قطر إلى مصلحة كبيرة أيضا بلبنان وما تنسى أنه دخلت عدة مرات بلبنان بالتهدئة نحن ملنا كتير بعاد من أيام شكران قطر وبعد منا اجت هلأ دخلت قطر انرجي بالكونسورتيوم اللي كان فيه توتال وإني ونوفا تيك أخذت محل نوفا تيك وتوسعت جوية الكونسورتيوم صارت لقطر أصبح أيضا مثل مثل فرنسا مصلحة اقتصادية كبيرة في لبنان فبالتالي إلى مصلحة بالتهديئة وشو لنا؟ لنا أمريكا لنا فرنسا لنا سعودية وقتر لنا قطر ومصر مصر يعني مصر مصر ما بيغيب دورة أكبر خزين عربي وما بتقدر دور تاريخي عبر كل هالسنين نحن من الجيل اللي شفنا مثلا جمال عبد ناصر وحجمه وأيضا مصر بهمة تدور الزواية بكل المشاكل ويظلوا دورة قائمة هلأ عم ينحكى ب بلاس وان عم ينحكى بلاس وان إيران رأيي أنا رأيي أنا إنه البلاس وان موجود أردي جوات لبنان موجود داخل لبنان ليش بدك تروح تجيبه من بره من لا يعرف لا يعرف حزب الله هو اللي بيقرر بلبنان وإيران بتتبعه بسياسة الحزب هو بيقرر أنا هيدا رأيي وإيران بتتبعه في غيري ما اعتبر إنه إيران بتعطي أوامر للحزب أنا مروان أبو فاضل بكل تواضع مما بعرفه هل أدي هل عندك دليل مثلا حادث ليش أرقام هل سمعتش مرة السفرة الإيرانية عملت تدخل أو الخطاب كله قائم عند سيد حسن نصر الله دخلك اللي من طلعوا الحزب على سوريا كان قرار إيراني أو قرار من الحزب ببقى منحكي هايدي بده قاعدة لواحدة وقاعدة طويلة أنا مروان أبو فاضل أعتقد إنه البلاس وان موجودة جوية لبنان ومنو هالبلس وان منو الحزب لوحدو الحزب جزء أساسي من البلاس وان متل ما عم منسمي يعني إيران ولكن الخمسة البلاس وان الكبير طبعه هو اللبنانيين كافة هون منشوف مين بيقدر يجمع قد ما لازم أصوات بتحالف معين وينتخب هل يراهن البعض فبالتالي البلاس وان الفعلية هي القوة الداخلية في لبنان نعم سؤال هل البعض يراهن حتى الآن على مسار المفاوضات بشأن الاتفاق النووي ما بين الأمريكي والإيراني قائم وقائم بالجرائد وقائم بالإعلام ومسقط دورة معروف والسلطان هيسم راح زار إيران وآخر مرة زار السلطان قابوس إيران نعمل الاتفاق النووي هلأ في الإدارة الأمريكية يمكن تتغير بالانتخابات بعد سنة ونص وتبين أيضا أن الإدارة الأمريكية مثل ما عمل الرئيس ترامب تتغير بلحظة وبيخزق اتفاق وإلى آخره وفي ميكانيزم معين بأمريكا أنت منك يعني كل دولة بتشتغل كمان حسب يعني حسب السلسلة الدستورية اللي عند إياها وحسب البالنس أو باورز يعني حسب التوازن بالقوة بين الكونغرس مثلا وبين السلطان ولكن نحن كمان حديث طويل نحن عم نقول لأ ممكن أنه يصير فيه إذا مش تفاهم وليس وليس اتفاق بصير اتفاق ما بصير هل بعض البنان عم براهن على هذه النقطة ليش ليش مراهنة هيدا واقع هيدا واقع بريح بمكان ما بالمنطقة مثل ما الاتفاق السعودي الإيراني ريح بكتير محلات بالمنطقة وهلأ بلشت الملفات واحد وراء الثاني هلأ طبعا نحن بلبنان منقول أعلن عن اتفاق يلا بكبسة زر بدأ تخلص كل المشاكل لا ما فيه كبسة زر بالسياسي فيه أشهر وفيه سنين وفيه أيام يعني الاتفاق يضع الكادر لموضوع معين ولكن جوات هذا الكادر يعني بدك تعطي الفو دوني لطان وطان بدك تعطي للوقت الوقت نعم ساعتك هل يمكن إعادة ملف رئاسة الجمهورية إلى الداخل اللبناني؟ أنا رأيي موجود بمكان ما بالداخل اللبناني هل يمكن أنه نرجع نقعد نحكي مع بعضنا البعض كرميل الانتخب الرئيس من لون تليفون؟ ليش عم ننبر نقول الحوار ثم الحوار ولكن يعني ظاهر وبواضح أنه في حدا بده يتبنى هذا الحوار أو خلينا نقول يعمل له الميظلة وهالميظلة قائمة اليوم بالخمسة بدهم يحكوا بالزائد واحد كمان منا سيئة بالمعنى اللي حكيناه بأول حديثنا ولكن الزائد واحد الفعلي هو مثل ما قلنا الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وبالتالي صارت الخمسة يرعوا يعني يرعوا يكونوا راعين طبعا والأحزاب اللبنانية الممثلة في مجلس النواب أنا بلاقي أنه واجب صار واجب الحوار وليس طرف ماذا سيحمل لودريون معه بمنتصف شهر؟ يعني أنت برأيك ما عندي فكرة واللي بيقلك أنه عنده فكرة اللي ما بتعرف شي بيقلك مروان أبو فاضيل بنعرف شو حكى بكل محل شو استسقى شو جيب شو عمل معلومات شو استقصى مش استسقى معلومات وإلى آخري وإلى آخري وهلأ هو بيجمع وهو بيحكي مع زملائه اللي بعرفه أنه لمن بترفع مستوى التمثيل إلى وزير خارجية ودفاع سابق لديه هذه الشبكة من العلاقات داخل الدول الخمسية اللي عم تطلع على لبنان وبتطلع أنه رفع نزار العلولة إلى رتبة وزير وأكيد سيرتفع بقطر هو رئيس الوزارة وزير الخارجية اللي مباشر على الملف كل ما عليه مستوى التمثيل باعتقد أنه فينا نتفائل أنه ما دغري تحت القرار بلش يقل يعني التسوية تطبخ التسوية تمام أنا بقول تطبخ التسوية نعم هل نضجة الطبخة أكيد لا أكيد لا بهذه الزيارة أي أكيد لا وليش نحنا ما أنت قلتلي شو رأي أكيد أكيد لا ما عم بنقشك بليش لا أقول لك أنا ليش نحنا كل لبنانيين ما منساعد بإنضاج الطبخة ببداية موسم سياحي واعد وأيضا بداية التنقيب بين أبو أيلون يعني عن القرص قديش بتكون هيك جيدة هذه الخطوة سؤالك جيد جدا أخي العزيز لو عرض علي أنا مروان أبو فاضي الرئاسة الجمهورية لو عرضت علي لن أقبلها قبل أن أعرف إذا عندي سروة قدر استخرجها وقدر استفيد منها خشبت الخلاص الأخيرة الوحيدة هي هذه الثروة يعني ما في رئيس قبل اللي موجودة بالبحر أقول لك إذا أنا غيري إذا هفتين وحابة بيصير رئيس بارح قبل بكرة أنت مرح تنقرد عليك مين قال تعملنا مشكل ليش بالبلد ليش للموارنة لا عن جد عرف أكيد عرف طيب ما زالت فتحت لي هالك أنا أصد فرحت لك أنا بشكرك لا أخي الحبيب في مشكلة كبيرة جوات الساحة المسيحية مبارح كان في وفد من الشباب المستقلين المجمعين بعضهم وعم بيزوروا كانوا نهار الجمعة عند أرام الأول كشيشيان كاتوليكوس الأرمن وكان كلام أرام الأول قدس أرام الأول كان كلامه أنه رؤساء الأحزاب ذات الطابقة الماروني عم بيتصرفوا غلط مسيحيا أنا بأيد هذا الكلام أنا هذا كلام قايله عند زملائك بالإعلام كيف ممكن القيادات المارونية تعتبر أنه هي لوحدة لم شمل المسيحيين ككل بالتمثيل النيابي يمكن مقبول يعني فيه هناك نواب أرطودوكس ولكن ما فيش نواب أرطودوكسيين فيه نواب كاتوليك ولكن ما فيش نواب كاتوليكيين بس فيه نواب مواريني بس فيه نواب مارونيين نتيجة التصويت تصويت يعني كانت على حدود النص نتيجة هذا القانون اللي بده إعادة نظر بالعمق يام الرعاق قانون اللي قال الأرطودوكسي يام نحكي بتحسين هيدا القانون القانون الوحيد اللي هو بالمطلق بيجيب لك التمثيل الصحيح للمزاهب طالما نحن بالنظام المذهب والطائفة يلي بعيد كل مرة نحن الأرطودوكس أول من بيلفظه وبيطلع منه ومنكون بالمقدمة عندما يسقط ولكن نحن شفنا عندما دولة الرئيس أبو صعب تحدث عن هذا الموضوع يظهر من الطيار الوطني الحر لا مش عقول كيف كانت ردة الفعل الأخرى ما بهمنا ردة الفعل أنا مع خطابه النهار اللي طرح هذا الموضوع أنا معه بس هو ما بيقدر يكون جوات حزب يترقصه ماروني ويحكي هكي ليش لأنه بالآخر للأخير بده يمشي بقرار حزبه هلأ فيني ارفع له القبعة أنه بالتصويت آخر مرة ما مشي بقرار حزبه هل هلأ بيصير فيه بينه وبين الطيار الوطني الحر يعني هل بياخد الطيار الوطني الحر إجراءات بدولة الرئيس لياس أبو صعب أنا ما بعرف ما بدي أدخل بطبخط الداخلي ولكن عندما تريد أن تتكلم عن جماعتك عن جوك عن مذهبك عن أرطودوكسيتك عن كاتوليكيتك عن أرمانيتك عن سريانيتك عن أشوريتك مثل ما يتكلم الآخر عن سنيته وشيعيته ودرزيته وعلويته أنا ذاك بدك تكون متحرر من المواقع ومنك رايد تكون تحت سقف معين لا تكون بمكان معين يعني بدك تشتغل زعيم مش تشتغل نعم نعم أليس من الأفضل سعاتكم نلغي كل هذه الأمور ونروح نحو دولة مدنية مع مين عم تحكي على الحديث عم بقل بعد من دقيقة عم بقلك من دقيقة عم بقلك الأرطودوكس بتكوينهم وتاريخهم مش طائفيين مش مذهبيين نعم أصعب شي أصعب شي عم بقلك أنا كان صعب كتير علي إجي من محل ما تربات والجو اللي تربات فيه هون المشكلة وبدون ياك ملغة وبدون ياك بحل ما هن بدون لا حبيب قلبي أنا لن أذهب إلى حيث تريدون ولن أذهب إلى إلغاء نفسي يتفردون القيادات بعض القيادات المسيحية تتفرد بالقرار المسيحي المارونيين عم بقلك المارني عم بسمي لك قيادات هذا سلمان فرنجية الباكس سلمان فرنجية ماروني عظيم بالقليله هو مش متفرد مش متفرد مش متفرد بس الدكتور سامير والإستاذ جبران متفردين عندهم أقوى تمثيل مسيحي أقبل لأنه هيدا الأنوان عمل لهم هيك ولكن هن معتبرين أنه بالقطاب خي معلش كمان يحملني صاحب الغبطة في خطأ تاريخي لمن قال صاحب الغبطة مار بشارة بطرس الراعي نحن 33% بالبالد أنا ضد كلام بالأرقام المسيحيين في لبنان من كل الطواف هلأ مش رح أقول بس الأورتودوكس هن نوع من هيك من يعني من علامة فارقة في هذا الشرق طبعا الحكم الوحيد المتبقي في الشرق حكم المسيحي رأس الجمهورية نحن 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 بذت حكي كتير رأس الجمهورية بشكل عام يعني رأس البلد تماما هذا التمثيل المسيحي يعني بالبنان بالرأسة الأولى هو علامة فارقة ومميزة بالشكل وأنا مروان حبب أنه ضلنا محافظين عليه وزد له هون السؤال هل بهذه السياسة هيدا السؤال هل ما يقوم به قادة المسيحيون في البلد يحفظون على هذا النظام أنا رأيي لا ما عم بيكونوا عقد المهمة هذا رأيي لو كانوا عقد المهمة كانوا هن قالوا فضلوا على الحوار كانوا هن قالوا عدوا لنتفق ما الأسباب الخلافات التاريخية بين الحزبين الأنميات الشخصية والأحلام الفيدرالية ومن يسيطر على هذه المنطقة ومن يسيطر على هذه المنطقة وأكيد فيه بمكان ما عند البعض جوتنا بالنفسية بما يسمى الإيجو في شيء غريب عجيب هل يمكن لأحد أو لطائفي أو لحزب واحد أن يحكم لبنان هذا التنوع ألم يتعلم البعض من الماضي لماذا نحن رحنا نحو النسبية لماذا لنقدر نشكل مولات ومعارضة من جميع الطواف طالما النظام طائفي وليش ما طبقنيها؟ الخطاب الطائفي قبل الانتخابات قبل الانتخابات الأخيرة الخطاب الطائفي الطائفي كيف كان؟ أنتاش فتك بالبلد لعب دوره 85% من المجلس هلأ كمان ببقى بنحكي باللي طلعوا من ما يسمى الحراك الشعبي أو هذا تصويت الأخير عندي علامات استفهام من هون لمحل ما بالضاء كيف تتوقع أن ينتهي الإنسيدات في مسألة رئاسة الجمهورية؟ بعد ما الخمسة يكونوا مصطفين الخمس أقمار يكونوا مصطفين وراء الشمس وتحت منهم الأقمار اللبنانية مصطفين تحت الخمس أقمار اللي تحت الشمس ونضوج الطبخات الأولى والثانية والثالثة اليمن والعراق وسوريا بيجي دور لبنان ضروري نحن في السياسة أسألك سعادتك أنا رح جاء وبك على سؤالك قبل ما تسأله ضروري ننطر ضروري نعمل زلم من يقرأ ألف باء السياسة بيعرف أنه نحن نقرأ ونحلل هذه المتغيرات ونستفيد من أجل لبنان معظم نسلم بالسلطة كمسين ليش عمبر لك ما عم بيكونوا عقد المهمة يعني أنت مع هذا اللقاء المعتدل الوسطي المسيحي اللي عم بيعمل الزيارات بالفكرة الفكرة وأنا أعلم أنه في جو مسيحي مستقل ولكن بده حقيقة تنظيمة معين هلأ هذا التنظيم بده بده شغل بده حكي بده تفكير فيه بلشت معلش اللقاء الأرتودوكسي التجدد هالشباب هؤلاء اللي عم بيتجمعوا التجدد الوطني يعني الكاتوليك وا 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 فيه ربطة المارونية يعني فيه بمكان ما الربطة السريانية يعني فيه بمكان ما قوة مسيحية خارج الطيار والقوات أو الكتائب ورئيس المردة عندي أنا يعني غير شي يعني تتذكر أنه بأول حديث حكينا بعروبة بيت فرنجية فبالتالي بتميزهم بتميزهم بمكان ما عن القيادات الثلاثة الأخرى المارونية سؤال خليني أكمل لك هذا الجو اللي عم نحكي عنه موجود ولكن لم يتقطر بعد بطريقة منصة أصبح لي ساعاتك أسأل وأرجو أن لا يفسر السؤالي بطريقة خاطئة من المشاهدين نعرف بالبلد اقتطاع كلمي أو سؤال ولكن نقرأ كثيرا ونسمع من أصدقائنا أنه نحن وخصوصا المسيحيين في الشارع المسيحي أنه لابد من أن يحدث شيء ما يعني بالبداية بعد عودة الجنرال ميشيل عون على البلد شفنا شو صارت صنامي رجعنا شفنا بالانتخابات السابقة القوات اللبنانية بهذا الخطاب يعني المسيحي وكأن كمان عذرا على التعبير يشعر بالضياع أنا أصدقائي بدون يفلوا كلهم من البلد كيف نحفظ وهنا لا أنصب نفسي أي شيء ولكن كيف نحفظ كل شباب لبنان وخصوصا الشباب المسيحي عندك شغلتين بدك تطمنون بنظام جديد أو تطور هذا استكمال الطائف استكمال الطائف بيحكي بالله مركزية الإدارية الموسعة بتطمن بمكان ما نعم وهلأ رح أحكي عن موضوع آخر مرتبط كمان بهذا الموضوع اثنين في مجلس شيوخ سينشأ للطائف عندما يصبح أول مجلس نيابي منتخب يعني تطبيق الطائف خارج الخيد الطائفي ايه فينا 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 نوصل وثالثا والأهم نحن شبابنا بيروحوا بيفتشوا على لأمة عيشهم وبرفعلهم القبعة لأنه بشيلوا من تمهم وبيبعثوا لأهلهم من هكي قدرنا نضاين طبعا جاء أولادنا دهب أولادنا دهب طبعا بيبعثوا لبياتهم لأماتهم بيحرموا حالهم بيكونوا قاعدين ببلدين كتير صعب العيش فيها حياة فيها وبيكونوا قاعدين ببلدين فيها كل الرفاهية ما بيستفيدوا كاملا من الرفاهية لأنه بيبعثوا لأهلهم وبيبلعوا موسي وتشددوا بيبعثوا أنا برجع بقولك لو ما فيها هل يعني هذا التعلق وهذا الجو العائلي في لبنان كانت كنا اليوم بكارسة بمجاعة فعلي أؤكد على كلامك أصدقائي برا لبناني بيحكوا معنا مبادرات نازلين بالصيف مثلا نشجع هذا المتجر الصغير نشتري من الناس المزارعين ندعم بيعملوا دعايات مثلا حدا فاتح عنده قطعة أرض زارعة أنا أؤكد على كلامك مئة في المئة حتى أصدقائي أتحدث معهم عن هذا الموضوع أنه عباس ليش ما منروح مثلا نشتري من عند الصغار نعمل مثلا مدام عم تعمل شي بالبيت هذه الخبريات أنا عم شوف على مواقع التواصل صدقا ونحن منشوفها بالضيع يعني جميل كل تلاقضات اللبناني جميل بهذه الصفات ليس جميل يريتوا بيقدر يطبق هالحب الاجتماعي بطريقة صحيحة بطريقة صحيحة بالسياسية نروح لفاصل أخير بعد الفاصل نتحدث تحدثت عن نقاط مهمة المركزية الإدارية في ظل الصوات تريد الفدرالي والتقسيم مجلس نيابي خارج القيد الطائفي يعني نتحدث عن تطوير النظام أو تطبيق اتفاق الطائف وبدنا حوار بنفس الوقت إذن فاصل ونعود لمتابعة السياسة اليوم عود إلى متابعة السياسة اليوم ومرة جديدة بدي رحب بضيف أمين عام اللقاء الأرتوذوكسي أن أبو السابق أستاذ مروان أبو فاضل أهلا وسهلا فيك مجددا الملف الأخير بالطبع ما سألتك من بدك رئيس جمهوري نحن منعرف يعني أنت حددت المواصفات وتتحدث عن بلد ومن يكون على رأسه نحن نتحدث عن بلد وليس عن شخص ارتباط اللبنانيين بأردن اللامركزية الموسعة في ظل ناس عم تطرح طروحات كثيرة وشفنا عم تفرد لمساحة بالإعلام عن التقسيم والفيدرالية كيف يمكن لنا أن نطبق الطائف كيف يمكن لنا أن ننتخب مجلسا نيابيا خارج القيد الطائفي ولا يريد يعني وما بده البعض النسبية وهل يمكن الذهاب نحو مجلس نيابي خارج القيد الطائفي أستاذ أبو فاضل كمان بنا نشوف هواجس البعض لأن البعض بيقول لك أنا كيف أدي روح على هذا الأساس بخسر في ظل وجود السلح خلينا نحكي عندما طرح قانون اللقاء الأرتودوكسي طرح بحقب معيني طرحه دولة الرئيس إليل فرزلي وكانت الأسباب الموجبة معروفة أنا إذا بدي أقطع هالمرحلة وقول اليوم ما هو قانون اللقاء الأرتودوكسي للانتخابات النيابية بسمي لك بكلمتين فدرالية الطواقف داخل الكيان الواحد فدرالية الطواقف داخل الكيان الواحد وليس سيء أنه ننتخب مجلس نيابي واحد على أساس قانون اللقاء الأرتودوكسي على أن يكون سبق هذا الانتخاب طاولة الحوار وتجبر هذا المجلس النيابي يلي ما في طايفي بأنا زاك فيها تقول مني ممثلي من داخلي من جواتي يعني بيكون الوجدان الشيعي موجود الوجدان السني موجود الوجدان الدرزي موجود الوجدان العلوي موجود الوجدان الماروني موجود الوجدان الأرتودوكسي الكلمة الأحب على قلبي الوجدان الكاتوليكي الوجدان السرياني الوجدان الأرمني الأرتودوكسي كلهم صاروا مثلين من قبل ناخبينهم طبعا مذهبهم هذا المجلس يستطيع أن يؤسس بالقانون للغاية الطائفية السياسية لأنه ما حدا بيقدر يقول لك فلان مهيمن علي وفلان مهيمن علي هذه نظرة معي فإذا طبق هذا الموضوع نذهب نحو خلينا نقول التمثيل الصحيح والمطلق بالمذهبية لمرة واحدة لمصلحة الخروج من الطوائف والمذهب وبعد نأخذ هذا القانون ونطبقه على مجلس الشيوخ فعندما يصبح المجلس النيابي خارج القيد الطائفي من قال أن رئاسة المجلس تبقى لطائفة معينة وإذا سقطت رئاسة المجلس المنتخب خارج القيد الطائفي من الطائف الشيعية يسقط أوتوماتيكيا المساق فبيبطر رئيس الجمهوري ماروني وبيبطر رئيس الحكومي سني ويصبح مداورة رئاسة مجلس الشيوخ عم تفهم علي كيف ممكن نكون يعني السلسلة هاي إحدى السلسلات فيه سلسلات أخرى وهون إذا اتبعنا هذا الموضوع منكون ذهبنا نحو تطبيق ما تبقى من اتفاق الطائف ومنكمل بقصة اللامركزية الإدارية الموسعة أنا أعتقد أنه اللامركزية الإدارية الموسعة أكثر أكثر يعني أكثر خلينا نقول تفاهما مع الواقع أو انسجاما مع الواقع من الفيدرالية بلد صغير كلمة الفيدرالية عم بتنقز بينما كلمة اللامركزية الإدارية الموسعة وهي بالطائف موجودة على جميع الأفواه وفي جميع الأزهان هون لأحفظ كمان هيدا الموضوع علي أن أذهب إلى تعديل قانون الانتخابات البلدية المسيحيين عندهم هاجس ما ينعاد في الانتخابات البلدية ما حصل في ترابلوس في الانتخابات البلدية الماضية وهذه القيادات العظيمة بالتاريخ بدل ما تقعد تتقاتل على جنس الملائكة أدعو قيادات المسيحية أن تتطلع على وين في مصلحة للمسيحيين جديا وتحديدا الحزبين الماروني ذات الطابع الماروني الأكبر من مجلس النواب وتفضلوا تقدموا بقانون لانتخابات البلدية يقول الآتي لائحة مغفلة تمثل جميع الطواقف وبالأكثر مش بالنسبة بالأكثر لأنه بالانتخابات البلدية في مشكلة كبيرة لمن عم ينتخب من هاي الليحة ناس ومن هاي الليحة ناس عم يتعطل المجلس البلدي تلقائيا وعم نفوت بمدورات مثل ثلاث سنين منك رأسي ثلاث سنين مني وانا نايب الرئيس وانت مدري شو وبتتكرسح البلدية لأن المشكلة بالعقلية عادوا إحياء المتاريس داخل عقلية مية بالمية ولكن برجع بقلك للمرة الألف الأورتودوكس اللاطائفيين لايك خطابهم عم تسمع خطابي مجبور البلد هيك هاي تركيبتنا مش يعني ما موجود في قلبي وعقلي قد لا يكون ما أقوله في لساني ولكن ما بقدر كمان اسمح بكرة أنه مثلا بالانتخابات ببلدية بيروت ما يطلع ولا ولا مسيحي وأنا ضد تقسيم بيروت أنا مروان بفضل ضدها بقبل بقبل أنه تكون دوائر انتخابية ضمن بلدية واحدة ومحافظ واحد بلدية واحدة كل ما تقول عنه سعادتك بحاجة إلى أنه نوقف تحريض طائفة نوقف لغة التقسيم ونقعد أنت عندك هواجز تفضل أنت عندك مطالب تفضل وين فيك تعملون هول في محلين المجلس النيابي وجواته أو طاولة حوار بالمجلس النيابي الأفريقاء الممثلة بمجلس النواب هي اللي عم ترفع الخطاب الطائفي وحتى يعني شو بدك أحكي أنا بعرف مجلس النيابي طبع أهلنا كيف كان طبع الكبار وصلنا للشتائم بمجلس النواب اللبناني للشتائم سمح لي سمح لي اسألك سؤال طالما فتحت هذه في السابق كانت الخلافات كبيرة كان هناك حرب ولكن ما الذي كان يضبط الأمور الوطنية الوطنية قبل قبل المسلحة الوطنية قبل المسلحة الشخصية نعم للأسف بدي هتلى رجعك شوي الستينات بالستينات أواخر الستينات خلق ما يسمى الحلف بوجه النهج مظبوط مين الحلف هذه القامل اللي اسمه الرئيس كميل شامعون هذه القامل اللي اسمه العميد رمو أدي وهذه القامل اللي اسمه الشيخ بيار جمية كنين مننن كانوا ممكن يصيروا رأسة جمهورية كميل شامعون وريمون أدي ما بعتقد الشيخ بيار كان عنده نفس الحظ ولكن الرئيس شامعون والعميد أدي كان حظا كبير بالوصول إلى رأسة الجمهورية اتفقوا ثلاثتهم بين بعضهم وراحوا جيبوا الرئيس سليمان فرنجية ورقصوا البلد ليشتغلوا سياسة مش ليشتغلوا أنانية شعور لازم دكتور سمير جعجع والوزير جبران باسيلي يتفقوا يجبوا سليمان فرنجية رئيس لا ما بيقدروا يتفقوا بس في واحد منهم بدوا يحصون ايه وين موجود سؤال أنا أتوجه للوزير جبران باسيلي وأتوجه للوزير جبران باسيلي وأقول له حصوم أنت وين أنا بدي أسألك سؤال من هذا القبيل من هذا المنطق لو كان الوزير جبران باسيلي ما حلفائه لكنا انتخبنا رئيسا أو لا كنا انتخبنا الرئيس بس كمان مرة أخرى بالفيرتويل يعني بال نعم ليش عملك بالفيرتويل لأنه المجلس النياب الحالي هذا الفريق يمكن أن يفقد النصاب وهذا الفريق أنا ما أقوله لنقطة وتعليق لماذا لا يمكن أن يتفق جبران باسيلي وسمير جعجع ما حفظ الألقاب اتفقوا على حرق جهاد أزعور لا اتفقوا اتفقوا على عدم وصول سليمان فرنجي خليني أعمل لك على حرق جهاد أزعور وحملوا حزام ناسيف وقالوا له رح فجر سليمان رأيي أنا تفجر لأستاذ جهاد وما تفجر سليمان هذا رأيي ما زال سليمان فرنجي برأيك رح رح لك للأبعاد رح رح لك للأبعاد بعد شهر بعد شهر تفضح حاكمية مصرف لبنان شو بيقولوا الأحزاب المسيحية اللي انتخبت الأستاذ جهاد أزعور إذا اجتمعت الحكومة وعينت بمرسوم إذا قبل طبعا الأستاذ جهاد أزعور حاكم مصرف لبنان شو بيقولوا عمل غير دستوري حكومة ما قال حق تجتمع ما قال حق تعين الحكيم سمير جعجع قال أنه من الممكن أن يقبل باجتماع حكومة مننتخبه مننتخبه لرأس الجمهورية وإذا عينته لحكومة ما عنده صار إجمع مسيح كبير الأستاذ جهاد أزعور عنده إذا قبل يصير حاكم مصرف لبنان شو بيكون موقف مثلا الأستاذ جبران بموضوع اجتماع حكومة لتعينه حاكم مصرف لبنان لك أخي الحبيب مش معقولة هاي سكيزوفرانيا صرنا عن جد بأمراض مستعصية أليست مبررة في بعض الأحيان خوفا على المسيحيين لا هيك بيخافوا مش هيك بيحموا المسيحيين كيف بيحموا المسيحيين بيحموا المسيحيين أخي إذا الفاتيكان عم بيقولون روحوا تحوروا أنت بتقول أنا ما بدأت تحور الفاتيكان أبوك وإمك يا إخواننا الموارني وإخواننا الكاتوليك عم بيقولوا لك عمول معروف روح على الحوار شو بجاوب أنت إذا مش ردين لا على سيدنا البترك ولا على الفاتيكان عمين بدوني رد ما تسألني أنت قلت على ألو هذا الألو أهم من الفاتيكان وما من سيدنا البترك بكرة بكرة منشوف رأيي أنا واثق أنت من هذا الألو نعم 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 بس كمان وصفنا كيف الألو أكيد أكيد حطينا الأخمار طبعا طبعا لا أحد لا يمكن لأحد أن يقف بوجه تسوية دولية وإكلمية واضحة واضحة يعني إلا انتحار بيقول أصلا صار قبل بمرة وقوف واحد دفع تمان والتاني دفع تمان ايه الاثنين دفعوا دفعوا تمان هون أجبرتني أقول سؤال لماذا لم يتعلمه من هذا الدرس كنت بدي أنا دفعوا تمان أنا كنت بدي أسأل بالعلن معقولي ما حدا بيتعلم من تجربته الخاصة معقول شي غريب شي غريب إلى متى سينتظر اللبناني الـ 85% اللي ذكرتوا ان انتخبوا نفس الأحزاب ونفس الأشخاص بالطبع أبشع ما يمكن أن نقوله ونتبهى بأنه اللبناني بيتأقلم للأسف إلى متى سينتظر اللبناني في ظل هذه الأزمة أولادكم كلهم برا أصدقائنا كلنا كلنا برا يعني أجمالا إذا فرغنا البلد كمان سؤال تاني من كل هذه الطاقات بعد خمس سنين مين بيكون في دكاترا؟ مين ممردين؟ مين أساتذي؟ مين أعلاميين؟ نظبت أنه خسرنا خسرنا كثير من هيك البلد بيتدمر خسرنا كثير من صفات ومواصفات لبناء. مستشفى الشرق الأوسط لا صار فيه أحسن منك. جامعة الشرق الأوسط صار فيه أحسن منك. مصرف. مصرف الشرق الأوسط صار فيه أحسن منك. مركز خدمات الشرق الأوسط صار فيه أحسن منك. ولكن أنا ما في نيئاس. لا طبعا. وأعلم أنه هذه الطاقة الشابة التي موجودة هلأ في خدمة الدول الأخرى. ولكن أيضا في خدمة أهلها. يعني ما بدي أنا أشكر الدول التي تستضيف اللبنانيين وتستعمل عقولهم ومعهم حق عم بيستعملوا عقول شبابنا لتطوير بلدينهم طبعا عم بيستفيدوا وبالسرعة الأكبر وعم بيستفيدوا وعم بيفيدوا حكينا تماما إنه لو ما في هذا الانتشار كنا نحن بوضع أكثر لماذا لا تستفيد الدول اللبنانية لتطاق شبابنا خلينا نقول إنه يكونوا هالشباب عم بيتمرسوا ويتمرنوا وعندما تظهر سروتنا ويستقيم وضعنا لا ممكن نرجع نستقيم طاقتنا قديش خطير ساعاتك بلد يبقى من دون قادة في جميع مش سياسيين عم بحكي عن الدكاترة الإعلاميين المعلمين كل الأختصاصات قديش خطير مش هكذا قدي بدنا لنعمل الدكتور قديش بكلف كلمتك قادة هي الليدرشب بكل هذه المواقب بكل هذه المداميك نعم شو قديش خطير العبود بسلام كمان ساعاتك العبود بسلام ببداية وقت البلد بلشت الخبرات تظهر إن كان بسوريا بسبب الحرب أو من لبنان أنا كنت أقرأ تقرير بألمانيا قديش بكلف الطبيب مثلاً يصير طبيب مصاري قديش بكلف السحفي مظهور الاستاذ الجامع قديش بكلف أي صاحب اختصاص عم تيجي الدولة تاخده خالص أنت أستاذ بالإعلام ومحاضر أنت ما بتعرف شو قيمتك بين تلميذك منيح أنه قديت دولة بتكلف أنا منيح أنك أنت باقي هون وشو بتكلف ما أنت تكلفت على حالك هون مشكلة الدولة يمكن ما عملت دورة بالرعاية الكاملة هذه الطاقات المهمة اللي عنا إياها بلبنان برجع بقول خليون يستفيدوا محل ما هني ويفيدوا محل ما هني نكتشف سروتنا من نظمة بشكل أننا ما تروح هدر في المسألة النروجة منه منه سيء أبداً بالعكس هو الأنجح ومنشوف شو بنعمل النقطة الأخيرة التي أريد أن أسألك عنها ساعاتك كيف يجب أن نستقبل الموسم السياحي الواعد نحن بحاجة لدولارات ما عنا إلا الدولار الاخترابي العدد قد تصل إلى مليونين زائر ما بين سائح ومغترب وأشدد وأعيد وأكرر في كل مرة أن المغترب اللبناني بيصرف مصاري أكتر من أسخى سائح جاي على لبنان كيف لازم نجهز لنا البلد؟ بالقليلين وطيرة هذا الخطاب السخيف اللي نحن هلأ ماشيين سخيف؟ سخيف خطابات سخيفة مزبوط يعني خلينا نهيقلهم الجو لهالطاقات اللي بدها تجيه خلينا نفرجيهم أنه بالعربي خلي السياسي تاخد عطل صيفيه إلا إذا الأكمار اصطفت حد باغا بيقدروا؟ رأيي أنا لن تصطف بضمن هذه السياسية بيقدروا يعطلوا؟ مين؟ السياسيين؟ أنه ياخدوا فرصة يعني بيقدروا يأي يأخدوا فرصة شو بيشتروا؟ شو بيشتروا؟ معلش بيدبروا حالو دونك ما نعم ما هني كمان ما بدون يأخدوا فرصة كمان حتى فرصة فعالية هيدا يسافر له خمسة عشر يوم هيدا يسافر له عشرة هيدا يلي بيقدر يسافر يسافروا شوية ما بيصير شي ما عندهم حياة خاصة هيدا السؤال اللي بنسأله بدي أرجع أخطب معك بسؤال ماذا سيأتي؟ ما بدي توقع أو ما ممكن أن يأتي به لودريان هل هدوا الأوضاع إلى أن تنضج الطبخة؟ هو هيدا اللي رح يصير يعني سألتني هالسؤال لتلك ما بعرف شو عنده أخذ استقصام عمل استقصاء معلومات ومن هونك عم بيحلل وهيدا الثاني أو ثالث سيكل من هذا العمل رفع المستوى مثل ما قلنا بالتمثيل في الخمسية أو بالمكلفين في الخمسية خلينا نشوف هل سنشهد بهذا الوقت؟ بالصيفية صعبة هل سنشهد بعد مجيء لودريان أو بالأيام التي تسبق مجيءه وبعد مجيءه هيك شوي أنه الخطابات يوطى صقف الخطاب شوي أو رح يراهن حتى اللحظات الأخيرة البعض على تعليق الخطاب السيسي حتى ولو على حساب كل اللبناني يمكن هذا الموضوع هو اللي ممكن يقطع الصيفية مثل ما قلنا أنه رؤوا شوي خلونا عم نشتغل يعني إذا في زيارات مكوكي إذا في يعني بعدك لهلأ بعد لهلأ أنه سأعود أنه تحدد التاريخ ما تحدد سأعود بعدها قليل البعض يقول أنه باللبنان البعض قد ما علب الخطاب نطر حدا هيك نزلوا عن الشجرة نزلوا عن الشجرة شوي شوي نزلوا عن الشجرة توافق على هذه المقولة الألو هي اللي هي أقوى من الفتيقان حتى أقوى من اطلع على الشجرة أقوى من اطلع على الشجرة أنا أبي السابق وأمين عام اللي قال الأرثوذكسي أستاذ مروان أبو فاضل شكرا جزيلا لك يعطيك ألف عافية جبناك يوم العطلة بالعكس أنا نقيت بالطبع وكان لابد أنك تكون معنا شكرا جزيلا لك يعطيك ألف عافية مشاهدين الكرام شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء